حذر تقرير جديد لوكالة الطاقة الدولية من ضرورة خفض استخدام الفحم على المستوى العالمي بنسبة 90% وذلك بحلول عام 2050 إذا أراد العالم تحقيق أهداف صافية من صفر انبعاثات والحد من الاحترار العالمي إلى نسبة 1.5 درجة مأوية ويدعو التقرير الذي أصدرته وكالة الطاقة الدولية وسط محادثات لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ إلى خفض حاد في استخدام الوقود الإحفوري بما في ذلك إدخال تغيرات سياسية حاسمة في هذا العقد لكي يتجنب العالم الأثار الكارثية لأزمة المناخ وفقد ارتفاع درجة حرارة الكوكب بالفعل بما يقترب من 1.2 درجة مأوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية شكرا